أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا خلاف بين الناس أن جميع المؤمنين المسلمين يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى وهذا الرضا لا يتحقق إلا بأن يطيع الإنسان ربه وأن يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه ومن مفردات ذلك أن يبتعد الإنسان عن الأشياء التي يكرهها الله سبحانه وتعالى إن المحب لمن يحب مطيعه فإذا فعل الإنسان ما يكرهه الله عز وجل فليس الإنسان في هذه الحالة محبا لله سبحانه وتعالى وإنما المحبة في أن يطيع الإنسان ربه أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان قال كتبت إلى المغيرة ابن شعبة أو طلبت من المغيرة أن يكتب لي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب المغيرة إليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أشياء ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الله عز وجل يكرهها ولذلك فيجب على الإنسان المسلم الذي يبحث عن رضى الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال الخوض في الأعراض الحديث عن الآخرين الكلام اللغو الكلام الذي لا قيمة له الكلام الذي يوقع العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ثم جاء في سورة المدثر حين حديث الله سبحانه وتعالى عن من يدخل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال المال في هذه الحياة له مهمة وهي أنه وسيلة لقضاء حاجات الإنسان وحاجات من هم تحت ولايته أو تحت مسؤوليته فيحذرنا الله سبحانه وتعالى من الإسراف من مجاوزة الحد في الإنفاق وفي نفس الوقت يحذرنا من البخل وعدم الإنفاق أصلا فيقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن الله كره لكم القيل والقال وكره لكم إضاعة المال وكره لكم كثرة السؤال كثرة السؤال فيما لا يحتاج إليه الإنسان كثرة السؤال بمعنى كما قيل بمعنى المسألة أن تسأل الناس الصدقات هذا شيء لا يراغب فيه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا إذا وجدت الحاجة إلى ذلك أما أن يمد الإنسان يديه سائلا غيره وعنده ما يكفيه وما يكفي أسرته عندئذ هذا سيفتح على الإنسان باب فقر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أحدثكم بهن أو ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ثلاثة أشياء يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الناس أن يحفظوها ما نقص مال عبد من صدقة الصدقة لا تنقص المال قد ينقص العدد لكن البركة موجودة والزيادة الحقيقية موجودة ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة وما فتح عبد باب مسألة أو ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إذن إذا أردنا أن ندخل في معية الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فإن علينا أن نحب الله عز وجل وهذه المحبة لها وسائل هذه المحبة لا تأتي إلا بما يحب الله عز وجل لا تأتي إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله عز وجل عنه وما يكرهه إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته